والظاهر أن مسيرة اجتثاث النفوذ الإيراني في لبنان وسوريا والعراق قد انطلقت ولن تتوقف وقد يوسع نتنياهو هجماته فيشمل المسلحين الولائيين في العراق ولنتتبع الحكاية من أولها حين أطاحت الثورة الإيرانية بالشاه قبل 45 عاما أسس الإمام الخميني نظاما دينيا بأيديولوجية راديكالية قائمة على مذهب الشيعة الاثنى عشرية وبناه على أساس اعتماد العنف الثوري الإسلامي المتشدد مع الشعب الإيراني في الداخل ومع حكومات وشعوب في الخارج بنظرية أن الدفاع عن النظام ينبغي أن يكون خارج حدود الجمهورية الإسلامية ثم أعطى رجال الدين الموالين له وضباط الحرس الثوري مكانة مركزية عليا وأطلق أيديهم في الدولة ومؤسساتها ولكن الممارسات الطبيقية التي اعتمدها النظام الجديد في الداخل أدت إلى إرهاق حقيقي وكبير للشعب الإيراني وخلقت حالة من السخط الشعبي العام بسبب انتهاج الثورة مبدأ تقديم الشأن الخارجي على الوضع الداخلي مع ما ولده من أزمات معيشية واقتصادية واجتماعية أنتجت من حين لآخر ثورات وانتفاضات أنهكت الدولة واستنفذت جهودها ومواردها في سعيها الدائم لضبط الأمن بالإضافة إلى ما سببته صدامات النظام الاحترابية الخارجية من حصار وعقوبات كما أوجدت في مستعمراتها في الخارج أنواعا من الكراهية الصامتة أحيانا والمعلنة الصاخبة أحيانا كثيرة أخرى وجعلت كثيرا من أهل الداخل وأهل الخارج يتمنون زوال النظام وزوال وكلائه أجمعين ثم جاءت عملية الاغتيال الأخير العنيف لحسن نصر الله لتكشف عن حقيقة المأزق الإيراني الحقيقي المتمثل بنجاح موساد إسرائيل في اختراق مفاصل الجبهة الداخلية في إيران وتنفيذ عمليات اغتيال منتقاء لعلماء الذرة وكبار قادة الأجهزة الأمنية أخطرها كانت تفجير طائرة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته إحسين اللهيان وتحميل أطنان الوثائق السرية الخاصة بالمشروع النووي الإيراني وإخراجها من إيران بشاحنات ثم عملية اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وهو في عقر دار الحرس التوري في طهران ثم فضيحة تفجير البيجرات في لبنان ثم أخيرا اغتيال حسن نصر الله وكبار قادة الصف الأول والثاني والثالث للحزب ولحماس ومعهم عدد من الإيرانيين من الحرس التوري في لبنان وسوريا ثم كانت الضربة المعجعة باغتيال رئيس حركة حماس يحيى السنوار ليصبح الرتق قد اتسع على الراتق لتصبح العودة إلى ما قبل طوفان الأقصى في تشرين الثاني من العام الماضي من رابع المستحيلات وأرى من وجهة نظري أن إقدام الجيش الإسرائيلي في نهاية الأسبوع الماضي على توجيه سلسلة ضربات جوية على أهداف عسكرية منتقى في إيران كانت عملية مرتبة بعناية وقد انتهت ولن تتكرر إلا إذا وجدت إيران نفسها مجبرة على رد الرد عندها سيكون لكل حادث حديث شكرا